انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس العلال الشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في المؤتمر عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 50 وزيرا ومفتيا من دول العالم وعدد من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكتاب ومفكرين وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة